اشتركوا في القناة للفندقة والسياحة في لقاء مع وسيط الجمهورية كراء السفنة الايطالية مبدادة لهذا الغرض ورغلا امتحان تأهلي للشباب في نشاطات الصناعة التقليدية اهلا بكم الى التفاصيل في المستهل صوت اعضاء مجلس الامن الدولي بالاجماع على مشروع بيان صحفي بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك وشدد مشروع البيان على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الانسانية الى المدنيين بغزة في ظل الاوضاع الانسانية المتدهرة جراء العضوان الصهيوني الغاشمة هدا واستدعت الجهات القضائية اليوم الاربعاء خمسة مهتمين قول اخرين في قضية منح صفقات مخالفة للاحكام التشرعية على مستوى لجنة المشاركة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزيرية وحققت هيئة مكافحة الفساد بحيدرة في القضية محل الطرح بعدما وجهت استدعاءات للرؤوس الكبيرة في القضية ويتعلق الامر بكل من رئيس لجنة المشاركة ومدير وكالة سياحية قبل ان تحيل الملف على غرفة الاتهام رقم اربعة بمحكمة سيد محمد لتحقيق معهما قبل اداعيهما رهن حبس الحراشة كما اجرى صباح اليوم عبدالوهاب بولفخاد رئيس الفيدرالية الوطنية للفندق والسياحة رفقة اعضاء من المكتب التنفيذي اجتماع عمل وتشاور مع رئيس الديوان وسيط الجمهورية الياس بوريش هذا اللقاء يدخل ضمن حيز جهود ومساعي اعضاء المكتب التنفيذي لترحي ومناقشة انشغالات الحضير الفندقية خاصة والقطاع السياحي عامة في طار تحضيراتها لموسم استياف الفين واربعة وعشرون وتعزيزا لأسطولها البحري بغرض ضمان نقل اكبر قدر ممكن من المسافرين سيما افراد الجالية الجزيرية المقيمة باوروبا قامت المؤسسة الوطنية لنقل البحري للمسافرين بكراء السفينة الايطالية موبي دادا التي حلت اليوم الاربعاء واحد وثلاثون جنفي الفين واربعة وعشرون بارض الوطن على ان تشرع في الرحلات المبرمجة لها بداية من الفاتح في فري الداخل محليا الان امتحان تأهلين نظمته غرفة الصناعة التقليدية والحرف بولاية ورغلا اليوم الاربعاء لفائدة قول الشباب في مختلف النشاطات وفق قائمة نشاطات الصناعة التقليدية كما استفاد المترشحين من دورة تكوينية تمحورت حول ايجاد فكرة مؤسسة والتي اطارتها مكونة المكتب الدولي للعمل بالغرفة اين تم فيها تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين نصل الى ختم نشرة اخبار السياحة من جريدة واقناة تحوى سبراس دمتم في امل لها